انا ضد زيارتك ليامن يا جمال في خطورة على حياتك احنا لازم نسيطر على الموقف هناك يا حكي احنا لازم نوقف كل الدعم اللي بيجي للإمام أحمد من دول المنطقة بعدين انا مخربيش عليك بهتقلاء جدا وانت طاول لعلاقة ما بين جونسون وإسرائيل انت بتبني النظريات يا جمال بالذات مع الاسم حسنين هيكل وبتصدقه والموضوع بعد كده بيسقطر على تفكيرك مش كده يا حكيم انا احساسي مبني على معطيات واقعية شايفة وصادر كادي كان مسك العصايا من النص اما جونسون فهو رايح في هلاقته مع إسرائيل الآخر مش كده يا حكيم احنا لازم موحد الكبهات مش فاهم وده ايه علاقته بالدعم انه بيحصل في اليمن انا قررت ان احنا لازم نعمل مؤتمر قمة عربية هنا في القاهة وانا بلغت عبدالله الحسون يحضر دعوات كل القادة العربة عشان يحضروا المؤتمر في القاهة واعتقد ان الملك صعود والامير فيصل هيحضروا برضو الملك حسين خاصة لما هيعرف ان احنا وقفين معالي الاخر ضد إسرائيل في موضوعنا في القادة هيوقف معانا كده احنا حنوحد المواقف كلها وحنوقف كل الدعم اللي بيجي لخصومنا في اليمن وحننتزق اكراف بالثورة اليمنية كده حتبقى المشكلات حلية هناك فاكر يا جمال الاجتماع اللي عملناها عندك في المكتب مع مجلس كات السورة فاكر الكلام اللي قمناه قمنا يا جمال ملناش ضعب القادة العرب هم عندهم مشاكل وهم اهموهم نركز احنا في مشاكلنا وهمنا يا جمال احنا عندنا هم من اتلم فاهمني يا حكيم احنا لازم نواحد للجبهات ولا إسرائيل هتوقع الجيوش العربية واحد ولا التاني بكرة الجيش العراقي ولبعده الجيش السوري وفاجأة اللي ايوم عندنا هنا يا حكيم اللي بقوله لك ده حقيقي مش مجرد أفكار ونظريات ما عنديش دليل ملموس عليها يبقى أنا يوصفني اقول لك يا جمال اللي احنا ما نقدرش نحالب إسرائيل دلوقتي محدش قدل احنا نحالب إسرائيل دلوقتي يا حكيم اللي لا يمكن ندخل البلد في مغامرة زي دي بس احنا لازم نستعد لازم نتحد عشان نردع إسرائيل ونحسسها إنه في التمن كبير حتدفعه لو هي فكرت تعتدي علينا يبقى لازم يا جمال نجتمع مع مجلس كانت الصورة ونطلعهم بكل الأمور دي هو عايدك إن ده حيحصل أكيد يلا إحنا لازم بشبوع انتخلنا على الولاد معاك حق